السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 25 تشرين الثاني أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الحوت ورح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة عشرة ودقيقة من صباح يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل طبعا القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة واثنين وخمسين دقيقة بعد الظهر لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح طبعا القمر لما بيكون موجود في برج الحوت بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات والبعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة لذلك بيتغيب عدد كبير من العمل عن العمل بسبب المرض أو تهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن البدء بعلاقة حب جديدة ويمكن أيضا التأمل والصلاة والأمور الروحانية والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراك كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل الإيجابية اللي ما بين عطارد وبين المشتري هاي الزاوية طبعا تأثيراتها بتبدأ من اليوم 25 عشرة وبتستمر حتى يوم 11 ذروتها يوم 29 عشرة في تمام الساعة 43 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ابنت شجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أن هذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات بزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة أو الأمور الدينية وبيدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول هو أي فترة مناسبة لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات والدعاوى القضائية بشكل ودي أما دوليا فهي بالدل على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية وعقد الصفقات التجارية ومفاوضات سياسية ونجاح البعثات الدبلوماسية كما أنها بتشهد بتطور مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة كما أنها بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين والآئمة في البلاد وبتشهد هاي الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية ما بين الشمس وبين المشتري وهاي برضو اليوم رح تبدأ تأثيراتها من اليوم 25 عشرة ورح تستمر لغاية يوم 11-11 ذروتها يوم 3-11 في تمام الساعة 5 ودقيقتين صباحا هاي الزاوية بتبدد الحضوض في أي مسعى من قوم فيه من ميل للعيش دون مستوانا ومنبذر أموالنا ومننجذب للمقامرة والمضارب المالية كما أنها بتتعرض يعني ممكن نتعرض لبعض المشاكل مع السلطة أو العدالة هذا الاتصال غالبا بسبب مغالاة في النفقات وخسارات مالية وفشل في المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 3 و56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة ومنح ضاب الشعبية واليسر المادي ومو الصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما إنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 9 و 51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بالفترة هاي بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبينكون لنا هيك بعض الرغبات اللي ممكن يتأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين يعني بدون ما نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 8 و 34 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ابتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والأمور اللي تتعلق بالتلفز والسينما والفن والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا احتجنا لمراجعة طبيب أو أخذ علاجات فما في أي مشكلة ولكن كجراحة ما بنصح في هذا اليوم وخصوصا لهاي العضاء القدمان، أصابع القدم، الغد النخامية، الغد الصنوبرية والإندرورفين والهرمون المسكن للألام لأنه منشعر اليوم بالألام أكثر من المعتاد والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بيكون في صهر في الفترة هاي وأرق وكوابيس وأحلام أو أضغاث أحلام بالنسبة لهذا اليوم زي ما حكينا يؤوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن وأيضا للجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ، ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الخميس بيبدأ ساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة عشرة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعديها لبرج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر المحدد عمر 11 يوم في تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد الظهر بصير 12 يوم نسبة الإضاءة 89% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 15% القمر في الحوت حتى يوم 26-10 سعيد الآن بنسبة 60% في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 30% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 40% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بسيطر عليكم التعب لليوم الثاني على التوالي واللي بيشعر بأعراض غير آتيادية بده يتوجه للفحص والعلاج ومراجعة الطبيب حاولوا انكوا تأخذوا قصد كافي من الراحة اليوم تحظوا بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وبتتجاوزوا مخاوف ما فيه لها أي أساس الأهم انكوا ما تتخذوا أي قرارات حاسمة لغاية صباح يوم الغد لا يوصل القمر لعندكم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبيسودها التقدير والثقة المتبادلة ولكن ممكن تظهر بعض الأمور المستفزة بالنسبة للك من بعض المعارف حاول انك تضبط أعصابك وحاول تستغل علاقاتك الاجتماعية لأنه الفائد كلها اليوم من معارفك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وأيضا بإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين ابتحضوا بالشعبية وبتكون أعمالكم سهلة وميسرة وممكن تحققوا نجاح شخصي ولكن يعتبر هذا بيت السمعة حاول قدر الإمكان ما تجازفوا وما تخالفوا القوانين وما تغامروا خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم رح تنشطوا بالاتصالات واللقاءات والحوارات ولكن بدكوا تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بإمكانكم اليوم أنكم تعززوا العلاقة مع الأحبة لأنه رح تشعروا بقوة العاطفة اللي عندهم أحلام بالسفر والقيام بالمشاريع الكبيرة فهذا من الأيام المميزة حتى أنه مميز بالامتحانات الجامعية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشغلوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى في نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامكم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية وأيضا بعض الاهتمامات العائلية اللي ممكن تظهر يعني بشكل مفاجئ أو تطلب اهتمامك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر مقابلكم تماما فعشان هيك بتتركز جهودكم اليوم حول تعزيز وتدعيم شراكاتكم اللي هي شراكات المال شراكات العاطفة والأجواء مشجعة للمصالحة وللتقارب ويعتبر هذا اليوم من الأيام المناسبة لإتمام خطبة أو زفاف أو توقيع عقد علاقاتك الزوجية أو العائلية أو مع شركائكم بسودها الانسجام والتوافق ولكن ما بصلح هذا اليوم لأي مشاحنات أو عصبية أو ردات فعل غاضبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم فعشان هيك بتكو تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة بالبداية وبعدين تنتقلوا للأعمال الأقل أهمية وحاولوا إنكو تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة اليوم تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية ولكن بتكو تحذروا من مواجهة أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين زملاكم بالعمل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية ومليئة بالحضوض والعاطفة والأمور المالية فعشان هيك رح تشعروا بهاي الأمور خلال هذا اليوم وهاي فترة نعتبرها فترة حظ داعم لها لكم بتقوي علاقاتك العاطفية وعلاقاتكم مع الأحبة ومع الأبناء ممارسة هواية أو ترفيه وبتعرف هاي الفترة نوع من أنواع البهجة فلازم تستغلها بشكل جيد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم والاهتمام بأمور البيت والعائلة وأمور البستنة أو التقارب العائلة وبتجد تعاون من أفراد العائلة تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة صحيح أنه ممكن تظهر بعض الأمور اللي تستفزك على مستوى البيت أو العائلة مشكلة أو من بصحة أحد الأحبة اللي بتطلب منك الاهتمام والتركيز بشكل جيد وضبط العصاب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم نشاط عالي جدا موجود عندك إن كان بالاتصالات أو بالتنقلات أو بالحوارات بالنقاشات أو بالامتحانات فعشان هيك بتكون اليوم أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع محيطك بشكل جيد اللي عنده انتحان أو مقابلة يركز بشكل جيد رغم أنه ما فيه أي مخاطر إلا إنها بتطلب بعض التركيز برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي وعادة هاي المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أشياء من هذا القبيل ولكن برضو بتكون تحذروا من النفقات المتصاعدة خلال هذا اليوم ونزوات التسوق في نوع من أنواع السهولة اليوم رح تشاهدها في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح ممكن تهتم ببعض الفواتير أو سداد بعض الالتزامات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من الأيام الماضية وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ابتقضوا فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي الأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي والاهتمام بالنفس بشكل كامل عشان هيك اليوم لازم تتحركوا بمختلف الاتجاهات لأنه في كثير من الأمور رح تكون لصالحكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر